تحياتي ماذا تعلم عن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معمد أبو سنبل طبعا سبحان الله العظيم علم الإنسان ما لم يعلم من سبع تلاف سنة جماعة وإحنا المصريين مهندسين أو مهندسون زي ما تتقل باللغة العربية ما عرفش أنهي الصح فيهم مهندسين ومهندسون من سبع تلاف سنة فعلا وهذا يشهد علينا معمد أبو سنبل أو سبحان الله الشمس تتعامد مرتين على وجه رمسيس الثاني في معمد أبو سنبل هي بتتعامد في 22 فبراير و22 أكتوبر المعلومة بتقول أن الظاهرة دي بتقعد 20 دقيقة وممكن تقعد لحد 25 دقيقة وهي أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعي وتخصيبه فأما الرواية الثانية بتقول أن دوت كان يوم مولد الملك رمسيس الثاني ويوم مجلوسه على العرش في كلتا الحالتين هي سبحان الله إعجاز علمي أن تتعامل من 7000 سنة إلى يومنا هذا وفي نفس اليوم وفي نفس الدقيقة وفي نفس ده يبين أن الناس دي يعني المصريين القدماء كانوا على علم كبير بالهندسة ويشهد طبعا الأهرامات وتشهد حاجات كتير بذلك كل اللي أنا عايز أقوله أن يعني إيه يعني مصر بلد حضارة حضارة كبيرة 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 كان إيه العلم اللي عندهم بنقول للعالم كله إحنا المصريين إحنا المصريين إحنا المصريين يعني بدأت الحضارة في مصر وسبحان الله يعني فدنا العالم كله واستفاد العالم كله من فن المصريين وهندسة المصريين وطب المصريين وطبعا في بلاد تانية استفاد العالم منها لكن يعني الأصل فين؟ الأصل في أم الدنيا عشان كده هي أم الدنيا بلا فخر أو بفخر طبعا سبحان الله طبعا أفخر ببلدي وأفخر بجدودي وأفخر بأصلي ويفخر المصريين كلهم بذلك والحمد لله ويفخر العرب كلهم بذلك برضو سبحان الله طبعا سبحان الله يعني هقول لكم أكتر من كده بالاختصار شديد هذا يوم تعامد الشمس على وجه رمسي الثاني زي ما بتحصل يومين في السنة 22 فبراير قولنا و22 أكتوبر وبييجي يعني سائحين من كل بلاد العالم عشان يصوروا اللحظة دي ويتفرجوا عليها وبنشوفهم جالسين بالساعات ينتظروا هذه اللحظة الجميلة الساحرة فتحياتي لأم الدنيا تحياتي يا أم الدنيا مصري يا أم الدنيا يا مصر تحياتي 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي